امبارح كان فيه مباراة الاهلي والمريخ وخدت اهتمامنا جميعا عشان مباراة مهمة لممثل مصر في دورة أبطال أفريقيا قدام المريخ السوداني بس يوم الخميس والجمعة كانوا يومين مهمين جدا يومين حتى هذه اللحظة فيهم حلقة الأستاذة الكبيرة إسعاد يونس مع الأسطورة محمد صلاح ترند ترند ما بينزلش ترند رقم واحد ليه؟ عشان الحلقة دي أنا بصراحة يعني شفتها النهاردة كلها النهاردة شفت الحلقة كلها عشان أسمعها بتركيز أنا شفت طبعا بعض المكتطفات منها في اليومين اللي فاتوا بس أسمعها بتركيز الحلقة بالنسبة لي ملهمة الحلقة بالنسبة لي عظيمة أنا فاهم إنه وأنا جاي أتكلم الكلمتين دول ممكن أبقى في موقف حرج إن الحلقة أزيعت على التلفزيون المصري على القناة الأولى وبالتالي ممكن أكون بقول حاجة على حاجة في بيتي في التلفزيون المصري بس هو في حقيقة الأمر في حقيقة الأمر هو محمد صلاح ده بتاعنا كلنا محمد صلاح لما بنشوفه في أي مشهد أو في أي لقطة بنبقى فرحانين به بس ليه الحلقة دي تحديدا حلقة عظيمة؟ عشان الحلقة دي بعيدا عن كل اللقاءات اللي عملها محمد صلاح سواء في الوطن العربي أو في أوروبا هي حلقة إنسانية حلقة بتلمس جوانب إنسانية عظيمة في محمد صلاح النموذج نموذج الإنسان والبطل اللي احنا دايما بنشوفه في الملعب اللي احنا دايما بنسى لهو مكمل مع الليفر ولا رايح برشلونة ولا هيروح لليان مدريد هيجدد ولا مش هيجدد هياخد أفضل لعب في العالم ولا مش هياخد من بنفسه الكلام اللي احنا بنسمعه في كل اللقاءات اللي بنشوفها في العالم كله مع محمد صلاح بس الحلقة دي راحت لقوز إنساني احنا محتاجينه احنا محتاجين نسمعه ونشوفه من النموذج اللي احنا شايفينه قدوة محمد صلاح كل تفصيلة في الحوار كانت تفصيلة رائعة كل تفصيلة في الحوار كانت تفصيلة عظيمة الحوار داخل في أماكن ما شفتهاش قبل كده في أي حوار لمحمد صلاح عشان كده أنا أنا بفرج على الحوار عناية بتلمع مبسوط فخور وعندي أمل وطموح وفي نفس الوقت في نفس الوقت لمست حاجات جوايا واعتقد حضراتكم جزالك حاس فيها بالتأثير يعني أصل الظروف صعبة الراجل قال لك أنا كنت بنامع على الأرض في ملعب المكان العرب بنامع على الأرض عشان أحضر التدريب بنامع على الجزمة بتاعتي بحطها تحت دماغي وأنامع عليها بسافر أربع خمس ساعات فما تجيش تقول فيه صعوبات بتواجهك في حياتك دي صعوبات كبيرة كانش معاه فلوس وكان بيروح التدريب كان بيبقى حاس إنه مش هيلعب وكان بيلعب كان بيخاف من مدربه وبيشارك وبيكتهد كان كل حاجة صعبة بتواجه فما فيش ظروف صعبة ما فيش ظروف صعبة ظروف الصعبة دي اللي بتبقى في خيالنا اللي بنقعد نديل نفسنا بيها مبرر لعدم النجاح مش هقولي الفشل لعدم النجاح نوعا نقول إيه ما غصب عني ما أنا 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 كويس وجامد بس الظروف هي اللي صعبة لا لو أنت كويس وجامد هتعرف تعدي الظروف دي وتوصل لهدفك أكتر من مرة في الحوار محمد صلاح يتحدث عن الهدف الهدف اللي كان عايز يوصله قال أنا عايز أسافر عشان أبقى مختلف أبقى مميز عن أي لعب مصري آخر احترف في أوروبا أنا كنت مسافر عشان أنجح وأعمل اللي هما ما عملهوش أعمل أكتر منه وإلا طب إيه لازمته السفر وإيه لازمته الاحتراف دي النقطة المهمة أو الرئيسية في هذا الحوار كيف كيف تجتهد وتنفذ ما تفكر فيه ببساطة يعني أنت دلوقتي بتفكر في حاجات وعندك طموح بس لو ما اجتهدتش وما بصتش لأي عوامل خارجية لأي ظروف صعبة هتنجح لما تسأل في القصة بتاعت أفضل لعب في العالم اللي احنا طول الوقت هنا نتحدث عن المؤامرة وإن الناس إزاي ما اددتش لمحمد صلاح وإزاي ما فيش تخصويت لمحمد صلاح والناس رايح المسي تحديدا عشان مش عارف ايه وكريسيانو بيروحوله عشان مش عارف ايه الراجل قال لك أنا مش بتاع نظرية مؤامرة أنا ما يفرقش معايا أنا يفرق معايا إن أشوفي الناس بيتكلموا في عانيهم إن أنا استحق إن أنا ننجح ما بيبصش لألقاب ما بيبصش لأصل فلان بيضطهدني أصل فلان بيعمل علي مؤامرة أصل فلان ولا الهوى الحاجات اللي بتعطل الحاجات اللي بتعطل طيب قال حاجة في منتهى الأهمية قال لك أنا ما بيفرقش معايا النقض وده مش غرور بس ما بيحبش النقض يعطلني أنا حب وأنا طالع في حوار تليفزيوني الناس تستفيد اللي يسمع كلمة يستفيد منها أهلا وسهلا لو مش هتستفيد بلاش يعني إنسان اللي قدامك كان بيتكلم ببساطة شديدة محمد صلاح حقيقي ملهم في بعض الناس هم بيفرقوا علينا وإحنا بنقول الكلام ده خدوا بالكم الناس اللي ما بتحبش الكورة أو مش مهتمية بالكورة وبعض الناس بتبقاش مهتمية أصلا بالرياضة يقول لك يا جماعة أنتم مكبرين الموضوع أول إيه ده ده محمد صلاح يعني راح ولا إيه هو لعب كورة يعني لا لا نموذج للاعب لا نموذج لبني آدم مصري ناجح ومشرف في العالم إنسان هو لعب كورة والأستاذة الكبيرة أو أستاذة سعاد يونس قالتها أكتر من مرة أنت بالنسبة لنا مش نموذج للاعب كورة أنت نموذج للإنسان المصري الناجح اللي نفتخر ونتشرف به فأكتر من مناسبة يتحدث عن طريقة الأكل بتاعته اللي احنا مفروض محتاجنا التدريب فكرة إنه بقى عندك طموح فكرة إنك تجري وراء طموحك فكرة إنك تتخطى الصعوبات فكرة إنه بقى عندك هدفه وإنت عايز توصله ولازم توصله فكرة إنك ما تنشغلش بجو النص اللي فيه مؤامرة فكرة حتى ده اللي بين السطور يعني هو ما قالوش نصا بس إنه كل شوية تقعد تقول إيه أصلا بقول لك يا عم ما إنت لازم عشان تنجح لازم لك واسطة أصلا بص أصلا بيحبه فلان أكتر من فلان وإنت لازم تعمل مش عارفه عشان تنجح هل في تاريخ محمد صلاح لاحظت في أي جزء من مشواره إن كان عنده واسطة مثلا كان عنده واسطة غير مجهوده وتعب وشاه طيب هل مثلا مش فيه لعيبة كرة هكلمكم بصراحة شديدة مش فيه لعيبة كرة بتبقى موجودة بالواسطة آه فيه لعيبة كرة بالواسطة وفيه موزيع يبقى بالواسطة فيه صحفي يبقى بالواسطة فيه مغني يبقى بالواسطة يعني دكتور ممكن ياخد مساحة بس لازم شهادات طبعا بس فيه دكتور ممكن يكبر ويبقى في مساحة مكانة كبيرة لو والده مثلا معاه يعني لو اشتغل معاه في العياد فيه وسطة في حياتنا على فكرة مش في مصف ده في كل حتة في العالم فيه تسهيلات بس مين اللي بينجح مين اللي بينجح أنت ممكن تشتغل بس مين اللي بينجح مين اللي اسمه بيكبر اللي بيتعب ويكتهد فقط اللي بيتعب ويكتهد فقط ما فيهاش أصلي أصلي هي ضد الطبيعة يعني أنت لو فكرك أنه وسطة البناء آدم يعني استغفال الله العظيم يا ربي يعني أكبر من وسطة ربنا ما أنت بتتعب وبتكتهد ربنا وسطتك خلاص أنت عايزي تاني أهم من أي بني آدم في الكون ما هو ربنا لما يشوفك بتتعب وبتكتهد هيقف معك ويساعدك لقدام دي حاجات مسلمات يعني دي حاجات مش محتاجة حتى أنا أقولها فأنت شايل هم ليه بس أنت تعب الأول أنت اجتهد الأول أنت حط هدف قدامك الأول ما تقعدش تبص على الظروف أصلا أنا فلان مش عارف ما ساعدنيش وفلان ما عمليش وأنا أصلي يعني الظروف صعبة فمش قادر أشتغل ومش قادر أعمل مش عارف إيه لأ ده كسل منك الراجل شئي وتعب شئي وتعب فيه جملة ممكن تكون عدت على ناس بس أنا وقفت عندها كتير أوي أوي إحنا كل يوم هتلاقي خبر صاحب كده يقولك إيه داخل محمد صلاح الأسبوعي 300 ألف ستليني 300 ألف ستليني جنيه ستليني يعني في المصر بالمصر كذا فاضرب بقى في أربع أسابيع وفي اليوم وفي الساعة وتقعد تحسب حسابات يمين وشمال عشان تشوف داخل الراجل كام على فكرة عادي يا ده بيحصل في كل عيبة العالم الناس بتقعد تحسب لهم كده كل النجوم في النجوم المجتمع يعني ده عادي بس رغم كل ده رغم إنه ها أكيد راجل غني وعنده فلوس كتير بحكم تاعب وشاءه واحترافه في أندية أوروبية كبيرة كذا مرة يقول لك إيه أنا بخاف على أكل عيش سمع الجملة بخاف على أكل عيش بستغرب اللعيبة اللي عندها هو بيقول اللعيبة اللي عندها موهبة وبتهدرها في سهر وفي خروجات وعدم تركيز في الملعب واعتراض على المدربين أنا لحد دلوقتي بخاف على أكل عيش شايفين التفصيلة؟ شايفين التفصيلة؟ عشان كده الحوار ده حقيقي حوار ملهم حوار غير أي حوار في بعض الناس قال لك إيه هو ليه الحوار ما فيهوش هو أنت أحسن ولا أنت أحسن من كريسيانو ولا مستحسن منك ولا هتروح هتسيب ليفربول إمتى وهتجدد عقدك إمتى في ناس عايزينها خبرية كده الخبر عادي ما وصلاح بيطلع في كذا انتربيو في أوروبا وفي مصر بس كان مهم جدا النموذج اللي احنا شايفينه نموذج يقترب من المثالية ما فيش حد مثالي يعني بس يقترب من المثالية نفهم إزاي وصل لهذه المرحلة الجانب الإنساني المهم في حياة محمد صلاح الجانب الإنساني المهم في حياة محمد صلاح نموذج حقيقي حقيقي ملهم يعني أنا بصراحة وأنا بفرج على الحوار أنت إيه يا أخي أنت إزاي كده وأجمع ما فيش صدفة الكثة من الصدفة إنك توصل للمرحلة دي وتحافظ على تقلق وثبت في المستوى وإمكانيات كبيرة بل بتزيد في المستوى سنة ورى سنة ده من الصدفة ده نظام أكل ونظام شرب ونظام عيشة ونظام حديث صحفية بتكلم فيها إزاي وبتعامل مع الناس إزاي وزكاء في اللعب إزاي وزكاء مع مدربين وزكاء مع رؤساء الأندال يعني كل حاجة هي شخصية شخصية كاملة متكاملة بيعرف يتعامل عشان يوصل لهذه المرحلة ده النموذج فيه فيه ستة عظيمة في أحد التقارير في الحلقة قالت أنا نفسي ولادي يبقوا زيه أنا كنت كاتب من فترة طويلة كده من 3-4 سنين مقال بنفس المعنى من الراجل ده خلى كل الناس عايزين ولادهم يبقوا زيه صلاح النموذج نفسك منك يبقى زي مين لو أنا سألتك دلوقتي هتقول يا سلام لو تلقى زي محمد صلاح يا سلام لما الناس كلها في العالم كله ينادوا باسمه يا سلام لما يرفع عالم مصر في كل حتة في العالم أنا عاوزي أكتر من كده لما شوف واحد بصحة جيدة بأداء جيد بإمكانيات كويسة بتفكير كويس كل دي أمور كل دي أمور نفسنا نشوفه لنا بيها لشان كده أنا مش عايز نتخطى هذه الأمور وبصراحة شديدة أنا أحيانا ببقى متعصب جدا جدا بصراحة بصراحة أنا آسف لأنا أقول كده لأنا أقول متعصب ودي مش حاجة صحية بس متعصب جدا بالناس اللي بتيجي أحيانا على محمد صلاح يعني ما فيش منطق يقول نموذج مصري مشرف كده نيجي عليه بالطريقة دي بيبقوا قليلين حقيقي بيبقوا قليلين عصر محمد صلاح آه بالمناسبة اتساءل السؤال ده من الأستاذ السعاد لما قلت له إنه فيه ناس بتقول يعني إنه انت بتلعب معاليه بقول أفضل من منتخم مصر قال لها الكلام ده مش مظبوط ورد رد ذاكي جدا على فاجة كان ممكن يرد رد فيه نرفزة وعصبية وزعل ودي وكل حاجة بس خدوا بالكم خدوا بالكم ولا بأكد لكم المعلومة دي هو بيتدايق وبيزعل لما بيشوف ناس توقت تقول بس لما بيديش لمنتخم مصر يا ليفر بقول ليه إنه أرقام محمد صلاح أرقام محمد صلاح في آخر 20 سنة في آخر 20 سنة على أقل يعني ده لو مش على كل السنين ممكن نبقى نجيبها بعد كده ونشوف أفضل من أي لعب آخر مثل منتخم مصر خلينا في 20 سنة عشان فيه لعبين طبعا حقا أرقام كبيرة بس يعني على آخر 20 سنة على الأقل محمد صلاح متفوق على الجميع يعمل ليه تاني يعني يعمل ليه تاني وصل لك كاس عالم وصل لك كاس عالم آه هو اللي وصل لك كاس عالم بالمناسبة يعني 8 أهداف لمصر في تصفيات كاس العالم الأخيرة تصفيات كاس العالم 2018 هو مش شارك في 7 أهداف منهم ما بين التسجيل وما بين الصناعة أيه هو وصل لك محمد صلاح لك كاس العالم لا طبعا طبعا زي ما صاموا لقيتو كان الكوال أكبر في الكاميرون زي ما عادي باير كان الكوال أكوى في توجو زي ما الحاجة ديوف كان الكوال أكبر في السنغال زي ساد يومانية في السنغال دلوقت زي ما رياض محلس في الجزائر زي ما مصطفح حاجة في المغرب زي ما الأسماء العظيمة دي ودروكبة في كودفور طبعا الأسماء العظيمة دي كانت مهمة لمنتخبات بلادها فأصلا الفكرة إنك تطرحها إنك تقول محمد صلاح ما بيديش لمنتخب مصر دهزار دهزار ومش منطقة ومش ما يخش العقل فلأ محمد صلاح ندافع عنه قوي ندافع عنه ليه عشان إحنا فخرين بيه وفرحانين بيه وأنا عايز لما إن شاء الله أولادي يكبره أقول لهم يريد تبقوا زي محمد صلاح فمش عايش سورته فأي لحظة من اللحظات حد يشويها ولا حد يقول أي كلمة على محمد صلاح عشان حقيقي اللي عمله محمد صلاح ده اللي أصلا كلنا كان نفسنا نشوف لعب مصري زيه من خمس ست سنين نحن يا أخي كنا بنفتخر بدروكبة وبيرعب مع تشيلسي وبيكسر الدنيا ونقول الله في لعب أفريقيا عظيم بيرعب في أوروبا أفريقيا يعني ما بنعرفش نقول لعب مصري هو لعب أفريقيا حلو يعني بنروح له كده إيته يا سلام على إيته في برشلونة ولا في الإنتر يا سلام على إيته وجماله لما بقى عندنا لعب ده لما يبقى فيه لعب مصري كان عندنا كلهم لعبين راعيين وعوزماء المحترفين المصريين لللاعب وقبل محمد صلاح في الدوريات الأوروبية كلهم عوزماء طبعا بصبع محمد صلاح عدت جميع بس كان لو فيه لعب عمل أسست لو فيه لعب صنع كورة لو فيه لعب جاب جول فأي مطش في أوروبا حتى لو في الدوري الدرجة التانية كنا بنحتفل وبنغني وبنقول الله يا سلام يا سلام محمد صلاح اللي تخطى 150 هدف مع ليفربول وقبلها أهداف عظيمة مع بازل ولا مع تشلسي حتى الفتر قليلة ولا مع فلونتينا ولا مع روما محمد صلاح كل يوم بسطك كل يوم مفرحك كل يوم خليك سعيد لو أنت مباراة واستهام من يومين تمام انت مدائق أنه محمد صلاح ما جابش ليه جول بقى النهاردة محمد صلاح اللي هدف الدوري بفرق سبع أهداف عناقرة منافسية هدف الدوري الإنجليزي عايزه كل يوم يسجل عايز مكناة شغالة طول الوقت لما أرنلد عمل أسيست لساديوماني في مباراة واستهام قلت يا خسارة كده أرنلد تخطى محمد صلاح بهدف فأفضل لاعب بيعمل أسيستات في الدوري الإنجليزي كمان انت رايح لحتة تانية يعني مش مكفيك الأهداف وعايز تروح لأسيست ليه؟ عشان هو اللي رفع سقفة موحك طول الوقت طول الوقت تتشايفه أفضل حاجة في الكوكب نموذج بص نموذج نموذج رائع للمصري اللي بجد المصري الراجل الشام اللي بيلعب بقلبه أو بيشتغل بقلبه أنا عايز بس هتخطى فكرة إن محمد صلاح مجرد لعب كورة انسوا جمعا إن محمد صلاح لعب كورة هتقول لي لأ ليه ما هو لعب كورة هقولك يمشي الشارع كده واسأل أطفال في الشارع قلهم نفسك تبا زي مين هيقولك زي محمد صلاح لأنت لو ما كنت بتسأل أي طفل زمان نفسك تطلع إيه يقولك مش عايزة أطلع إيه أو إيه أو إيه أو إيه يقولك 80 وظيفة دلوقتي الناس تسألها نفسك تطلع إيه نفسك تطلع زي محمد صلاح هي دي مش كافية هي دي مش حاجة مؤثرة وهو في كل لحظة والأستاذ السعاد في الحوار قالتها نقطة مهمة جدا إنه ممكن محمد صلاح يطلع في أي حوار وهو النموذج يقول كلام وطبعا ما أخد بالك محمد صلاح لما يفتح بقه ويقول أي حرف الناس هتمشوا وراه هتقول هو كده أدم هو الحرف دوت فهنا همشوا وراه أملك سمعت محمد صلاح قال تصريح مثلا سيء تصريح مثلا يحرض على أي شيء تصريح مثلا يعمل مشكلة تصريح يعمل أزمة تصريح مثلا يوجه للناس لسوقيات من الصحيحة سمعت له الكلام ده كل تصريحاته مسؤولة وزكية عشان هو فاهم إنه هو نموذج في نقطة كمان هي نقطة فنية في هذا الحوار بعيدا عن محمد صلاح الحوار حقيقي فخر لنا الحوار مصري خالص فخر لنا الحوار يتعامل خدوا بالك هنا أنا ماشي وراه محمد صلاح في كل حت يعني يعمل حوار على قناة أجنبية السين أو صاد أو ضاد مش هزاول أسماء أي قناة أجنبية أو مصرية أو عربية تمام أنا ماشي وراه الحوارات دي أنا ماشفتش حوار مخدوم كده لمحمد صلاح زي الحوار ده بكل حيات عشان بس لو أنت بعد ما قولي كلمتين دول تقول لي على ده بيأفور ولا بيقول كلام زيادة لف كده خش على اليوتيوب واكتب أي انتربيو لمحمد صلاح وشوف كده اتخدم عليه زي يعني كان لما اتخدم عليه زي بلوغيتنا احنا كاللوغة ميديا يعني بالتقارير الصورة نفسها المكان اللي تصور في الانتربيو شغل المونتاج والتقطيع وفي تفاصيل كده مهنية وفنية أنا بحكيها مع حضراتكم عشان هي تفاصيل لازم تبقوا فاهمين ان الحوار ده عشان يتعامل بالشكل الحلو أو اللي انتو شفتوه ده مجهود خرافي أنا والله ما عرف أسماء كلي أنا عرف طبعا بعض الأسماء العظيمة اللي اشتغلوا في الحوار ده عشان كده أنا مش قادر أقول أسماء عشان ما هدرش حق الناس تانية بس الحوار ده من غير ما عرف تفاصيله ولا كواليس أنا ما عرفهاش على فكرة بالمناسبة بأمانة الله ما عرف تفاصيله بس الحوار ده مؤكد اتعامل فيه مجهود خرافي عشان يطلع بالمنظر العظيم ده تقرير في كل حتة في البلد أشكال مختلفة وطبعات مختلفة بيتكلمه ناس من كل المحافظات الناس بتتكلم بقلب الاسبيشال نيز أو الاحتياجات الخاصة اللي كلمه وده رسالة لمحمد صلاح الأطفال اللي ربنا يشفيهم اللي تكلموا لمحمد مع محمد صلاح الحوار نفسه شكل الحوار بداية الحوار التفاصيل يعني فيه تفاصيل مهنية وفنية بتقول ان الحوار ده التعب عليه جامد فانت بتتكلم في فخر مصر اتعمله لقاء ياليك بفخر مصر لقاء هو نفسه في أوروبا في إنجلترا يفتخر ان هو عمله يقول بص يا جماعة ده الحوار ده أنا عملته ببلدي في مصر أو يعني أقصد انه اتعمل في التلفزيون المصري اتعمل في قناة مصرية هذه النقطة المهمة جدا عشانه طبعا نتصور في إنجلترا بس هو اتعمل على قناة مصرية بمجهود رجالة مصريين وشباب مصريين وشباب مصريات ده فيما يخص هذا الحوار مع محمد صلاح قلت الكلمتين دول من القلب عشان أنا مبسط جدا من الحوار وأنا متأكد حالكم مبسطتوا بالدليل إنه هو تريند رقم واحد حتى هذه اللحظة بعد يومين من إزعته حتى الآن الناس تشاهد هذا اللقاء وهي سعيدة بيه كل المصريين بيحبوا محمد صلاح مية في المية كل المصريين كل العرب كل الأفرقاء وكل العالم بيحبوا محمد صلاح